يا عطيكو العافية عن ميوك العام وانتو بألف خير بمناسبة اقتراف شهر رمضان يا رب اني يجي شهر رمضان وبركاته الشي الغمة واللي مر علىنا وعلى بلدنا حباتي اليوم نحن نحكي عن آخر درس بالوحدة اللي هو الثديات هلا يمكن الثديات كلياتنا عندنا فكرة سابقة عنها انها حيوانات بتكاثر بالولادة فعليا لا الثديات هي حيوانات أغلبها بتكاثر في الولادة ولكن وجد بعض الأنواع تتكاثر بالبيود ولكن جميع الثديات تتفق بأنها تردع صغارها عند ولادتها لو اجينا نشوف ثديات شو هي أنواعها رح نشوف انه ثديات مقسمة إلى نوعين أساسيات ثديات أولية وثديات ولودة ثديات الأولية أو بمعنى آخر بياضة هاي ثديات تتكاثر بالبيود وهذه الثديات تضم ما يسمى بوحيدات المسلك ليش اسمها واحدة المسلك؟ لامتلاكها المذرق اللي هو زي الموجود في برمائيات والزواحف والطيور الفتحة اللي فيها المسالك الثلاثة اللي هو من التناسلية والهضمية والإخراجية اللي هي الشرج والبولية سري هلأ من أشهر الأمثلة عليها منقار البط هاي حيوان منقار البط عندنا هذا الحيوان بتكاثر في البيود ولكنه يرضع صغاره عند ولادتهم النوع الثاني اللي هي الثديات الولودة وقسمت إلى نوعين كيسيات ومشيميات الفرق بينهم كالتالي هلأ التناس هدول بتكاثروا في الولادة ولكن الكيسيات يولد الطفل غير مكتمل النمو لذلك تضطر الأم لوضع الطفلها في كيس موجود في منطقة البطن عندها زي ما احنا شايفين كانقر هون إلى أن ينضج بشكل كامل أما المشيميات طبعا الكيسيات أشهر الأمثلة عليها كانقر أما المشيميات مثل الحيتان الحيتان بالدلافين على فكرة مش أسماء تنتبه أنهم ثديات الخفافيش برضو مش أسماك مش طيور أسفة ثديات والفيلة والرئيسيات مثل الإنسان والقروض هاي المشيميات تتصل الأجنة فيها بجدار الرحم هلأ كيف تتصل فيها عن طريق ما يسمى بالمشيمة المشيمة هاد عبارة زي كيس خليني أحكي كل أوعية موية بيكون حلقة وصل بين جسم الأم وبين الجنين وتلد الطفل أو الصغير يكون مكتمل النمو وتقوم جميع الثديات بكافة أنواعها بإرضاع الطفل عنده ولابطه طيّر شوف ما الخصائص العامة للثديات جميع الثديات تردع صغارها وهاء الصفل مشتركة بينهم أجسامها مغطاة بالشعر أو الفرو والتغطية قد تكون بشكل كامل أو بشكل جزئي يعني مثلا الإنسان الشعر يغطي جسمه بشكل جزئي تعالوا شوف القرد شعر ولكن بكمية بشكل أكبر الدب يغطي الفرو بشكل كامل التنفس فيها يحدث عن طريق الرئة قلبها مكون من أربع حجرات وجهازها الدوراني مغلق تتخلص من الفضلات على شكل يوريا عن طريق الجهاز البولي المكون من كل يوحال ومثانا الإخصاب فيها داخلي ثابتة الحرارة بتحافظ على حرارة معينة عند القدرة على إنتاج الطاقة الكافية لحفاظ على حرارة أجسامها ثابتة جهازها الدوراني مغلق وقلبها مكون من أربع حجرات هاي الخصائص العامة لثديات هلنا رح نشوف أشهر الأمثل على الثديات والتكيفات اللي تساعدتها على البقاء خلينا نشوف الحيتان سواء الحيتان أو الدلافين لو اطلعنا عليهم بنشوف أنه أطرافها الأمامية زي المجداف هذا الطرف الأمامي عندها زي المجداف هذا الطرف يساعدها بالسباحة بالإضافة لكلام هاد فتحة الأنف عندها متحورة يعني متغيرة طلعوا وين موقعها صار ليش؟ تستنشق الهواء وهي على سطح الماء كميات كبيرة بتحبسوا بجسمهم هل أنتعمل؟ لما ترجع وتنزلت للمي لما تريد تطلع مرة ثانية بتطلع المي من فتحتها الأنفية هاي بهذا الشكل بعدها تتنفس مرة ثانية المثال الثاني اللي هو الخفافيش هلأ زي ما إحنا شايفين الخفافيش وعبكرة الكديات الوحيدة القادرة على أنها تطير وهسنا نحكي شوي عن آلية تحديد المواقع بجسمهم هلأ الأصابع عنده خفافيش زي ما إحنا شايفين هاي العظام هاي أصابع نطلع أنه كلها موصولة بأغشية جلدية هلأ الخفاش عنده نظام عظيم فعلا قدرة الخالق عظيمة بهذا النظام عنده زين جهاز الرادار بل وأقوى وأكثر تطورا من أجهزة الرادارات التي صنعها الإنسان بصدر أمواج فوق صوتية بطلعها بس تصدر بأشي بترد منطقية الفيزيائية تحدد له على الصدق بهاي الحاله هو عنده قدرة يحدد المسافة اعتمادا على مبدأ الصدق الصوت طبعا الصوت هذي نحن نسمعه لا فوق صوتية بتغذى الخفافيش واسما حكيتها تغذى الخفافيش حشرات فواكه مش كلها على الدم بعضها بتغذى على الدم بحيث أنه بثقب جسم الكائن الحي بدي تنتقب حتى ينتص الدمه من هون اجت فكرة دراكولا ويفرزوا أنزيم عشان ما يصير تخثر للدم وبرضو هاي قدرة خلق فيها عشان ينتص الدم بسهوله المجموهة الأخيرة من الثديات رح نحكي عنها له الرئيسيات اللي بتضم الإنسان والقردة وتعد أكثر الحيوانات ذكاءا ليش لأنه أدمغتها كبيرة الحجم هلأ خصائص الفديات اللي ساعدتها في البقاء أوش نطلع إيديها موقع الإبهام جاي مقابل الأصابع الأخرى وهذا الكلام بيساعده على الإنسان بشكل أفضل لو جينا نشوف عيونها موجودة في الجهة الأمامية من الرأس وهذا الكلام بيخليها تشوف الصور بثري دي بشكل ثلاثي ذي ما نحن بنشوف يعني هلأ أول سلوط التجمع شوه التجمع هي بقاء أفراد النوع الواحد على شكل قطعان أو أسراب الخرفان تمشي مع بعض الذئاب تمشي مع بعض الفيلة تمشي مع بعض ليش شو الهدف من هذا الكلام بتدافع عن حالها أولا الدفاع اثنين عشان تتعاون من أجل الصيد السلوك الثاني تحديد منطقة النفوذ فكرته كالتالي النمر مثلا بختار منطقة معينة هجبته المنطقة الغذاء فيها كويس وغيره على حدود هاي المنطقة يضع بوله البول فيه مواد معينة بتخلي أفراد النوع نفسه يعني النمور الثانية ما توصل لهذا المكان تعرف انه لا هون في نمر هلا هاي تلجأوا لها الهديات لما الموارد في المنطقة اللي هي موجودة فيها غير كافية عشان تمنع أفرادها أفراد نفس النوع الثانيين انهم يجوا لهاي المنطقة السلوك الثالث اللي هو الهجرة الهجرة زي ما هم نعرفه انتقال من موقع إلى موقع آخر مثل الحمار الوحشي ليش بيهاجر الحمار الوحشي صار خفاب حرارة مثلا غذاء قلب ظروفها ما بتناسبة فبدو فرصة أكبر للبقاء بيصير يدور عليها السلوك الوراء اللي هو البيات الشتوي طبعا زي ما في بيات شتوي على فكرة في بيات صيفي بس الاشهر هو البيات الشتوي هو قضاء فترات خلال فصل الشتاء خلال هاي الفترة لما بتنخفض الحرارة السبات الشتوي بقلل عمليات الأيض بقلل حركات تنفسية بقدل معدلات ضغط الدم بقلل نبضات القلب كل هاي اشياء بتقل بالتالي بحتاج كميات قليلة جدا من الطاقة ولانه ما بتحرك كمان بطل نايم طول هاي الفترة حتى قبل ما يلجأ الحيوان مثل الدب او الخفاش للبيات الشتوي بلجأ لتناول كميات كبيرة جدا من الغذاء الهدف منها انه يحافظ على بقاءه اثناء فترة السبات الغذاء هي كتير معروفة بين الضبيان والأسود والذبيان بالتال الضبي زي ما احنا شايفين هلا هاي علاقة قتالية بين ذكور النار نفسه ليش؟ عشان فريسة ده هم يحافظوا على فريسة شك فريسة مين اللي بسيطر بياخدها؟ او عشان سيادة القطيع يعني مبدأ البقاء للاقوى باعتمدوا بينهم بين بعض او في مواسم التكاثر بالجأول هم بغرض التزاوج حتى يفوزوا بالانثى يعني في الى ثلاث اسباب احتفاظ بالفريسة السيادة القطيع او الفوز بالانثى بغرض التزاوج اخر سلوك اللي هو التواصل مثل القطط لا ما بتموي نسمع البساس بتموي شو هالم يوم 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 بحكوها؟ دي لغة هي اشارات معينة او اصوات او حركات او روائح يعني في اكتر من طريقة وقد تكون اشارات حركات معينة اصوات او روائح روائح هي من وين بتيجي؟ افرازات خاصة غضل خاصة تفرزها اسمها الفرمونات الفرمونات هي مواد كيميائية تفرزها بعض الحيوانات للتواصل بينها وبين افراد النوع نفسه شو الهدف من هاي الاشارات او الاصوات او الحركات او الفرمونات؟ تبادل معلومات مثل شو بسها شافت مثلا عدو معين تتحذر اصحابها كيف بتحذرهم عن طريق هاي الاصوات التي تنتجها؟ او جذب الذكور او التهديد تخوف يعني شوفي بس اذا خافت تعمل تتقوس تصير تطلع تساطي مياو ليش؟ عشان تخوف اللي امامهم هيك منكون خلصنا الوحدة الاولى اللي هي الفقاريات ونلتقي بكم الفيديو الجاي ان شاء الله لشرح الوحدة الاخيرة يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة